بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشبتر الثالث في السكشن نمبر 2 بعنوان equilibrium of rigid bodies في جزئها الخامس عشر إن شاء الله بنشوف مع بعض البروblemز ونحاول نحلها عشان نفهم النظري أفضل أبدأ بالسيمبل بروblem نمبر 1 هنا زي ما تشوف عندي كرين it is fixed هنا using a pinned support وهنا a rocker طبعاً هنا عندي ردتين فعل وهنا عندي ردت فعل واحدة the mass of the crane is 1000 kg طبعاً هنا المass 1000 يعني الوزن بيساوي 9.81 ضارب ألف فبتعتيني هنا 9810 نيوتن والكرين هذي it is used to lift يعني هي بتستعمل لرفع 2400 kg of crate هذي طبعاً الكتلة متاح 2400 فالوزن هنا الفرس لو أردتم الفرس هنا بتساوي 2400 ضارب 9.81 وهنا بيشير أنه فيه pin support وفيه rocker في a y b respectively and the center of gravity g موجود هنا ايش المطلوب؟ المطلوب هو determine the components of the reactions at a and b يعني أنا عندي مجهول هنا ax و ay اللي هما ردات الفعل في ال pin support a وهنا فيه مجهول b كردت فعل بالنسبة للركور support في النقطة b طبعاً الحل هنا we will create the free body diagram وبعدين راح نحاول حل المعادلات متاع الإكليبروم اللي راح نكتبها طبعاً عندي ثلاث equations عشان أجيب بيهم ثلاث unknowns determine the reactions at a by solving the equations for the sum of all horizontal forces component and all vertical force components يعني هنا بيقول أنه مجموعة الفرس باتجاه ال-x بتساوي 0 ومجموعة الفرس باتجاه ال-y بتساوي 0 وبعدين بنكتب هنا مجموع المومنت حول النقطة إما a أو b هنا راح نختار b والدوران عكس عقار بالساعة موجب تصبح عندي ثلاث equations أجيب بيها الثلاث أشياء المجهولة هنا هات نبدأ بالcreation of the free body diagram زي ما قلنا قبل free body diagram بشيل الأجزام الخارجية وأعوذها بفرسوس هنا بالنسبة للcreate عوضتها 23.5 اللي هي بتساوي 9.81 ضرب 2400 كيلو جرام تعطيني 53.5 كيلو نيوتن وهذا الوزن أيضا 9.81 كيلو نيوتن وبتحسبها من خلال كتابة أنه الوزن بيساوي m في g الكتلة في تسارع الجاذبية والمجهيل هي كالآتي ax وay و b هذه ردات الفعل بتجيني حسب أنواع السيبورتز في a و b أبدأ بمجموع المومنت حول النقطة a بتساوي 0 لو كتبتها بالنسبة لي هنا رح أحسب مجموع المومنت حول النقطة b اللي هي هنا الفورس الأولانية عندي هنا حول النقطة a عفوا الفورس الأولانية اللي هي ردة الفعل هذه الفورس ضرب الدستانس دائما المومنت بيكتب بلاس أو ماينوس الفورس في الدستانس فالفورس هنا b موجبة لأنها بتدور ضد عقارب الساعة فهنا النتيجة تكون موجبة بي هي الفورس وبالنسبة للمسافة من a ل b هي واحد ونص بقيسها عموديا كده واحد ونص عموديا بالنسبة لاتجاه الفورس هنا بتبالنسبة لي واحد ونص هي المسافة سالب 9.81 ليش سالب لأنها بتدور مع عقارب الساعة المسافة من هنا إلى هنا هي نفسها المسافة من هنا اللي هنا بتساوي 2 متر أو كتبته هنا فورس في دستانس تبقى لآخر فورس اللي هي موجودة هنا 23.5 أيضا بتدور مع عقارب الساعة فالإشارة بتكون سالبة وبالتالي أضربها هي فورس في الدستانس والدستانس هي المسافة من هنا اللي هنا تقاس عموديا على الخطين هذوم اللي هي خط تطبيق الفورس والخط الموازي لهو الذي يمر بالنقطة a كما المجموع من هنا اللي هنا 6 أي دستانس هنا 6 وضعتها لو حسبت المعادلة هذه رح أجد أنه بي بتساوي موجب 107.1 كيلو نيوتن أمر الآن إلى determine of the reactions at A يعني طبعا عشان أحل المسألة هذه رجب أكتب مجموع الفورس باتجاه الـ X بتساوي 0 ما هي القوى اللي عندي أنا باتجاه الـ X طبعا عندي هنا A, X و B هذا من القوى الأفقية الوحيدة A, X مع B بتساوي 0 وأنا حسبت من قبل بي بتساوي 107.1 يعني A, X بتساوي سالب بي وبتساوي سالب 107.1 كيلو نيوتن أمر إلى المجهول الأخير وهو A, Y أكتب مجموع الفورس باتجاه الـ Y إيش هي القوى اللي عندي هنا باتجاه الـ Y عندي A, Y موجبة هذا هو الـ Y الموجب A, Y موجب سالب 9.81 سالب 23.5 زي ما تشوفوا هنا المجهول الوحيد هو A, Y لو حليت المعادلة هذه رح أجد A, Y بتساوي 33.3 كيلو نيوتن لكون كده من خلال ثلاث معادلات الأولى والثانية والثالثة توصلت إلى حل المجهيل B و A, X و A, Y We simply check the obtained values to be sure of the results